لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لو كانت السلطة هنا وقفت موقف حيادي أنه جبت لجنة عملت دستور شفته أعطيته ملاحظات وقلت نزله للشعب خلوا كل الناس تتكلم افتحوا المجال وسائل الإعلام الثقيل قيل في الجزائر الرسمي والمستقل ما سمي مستقل والخاص افتحوه لكل يقول لا وقل نعم خلوا الناس تتكلم إذا أفزت في هذه الحالة رايح تكون لهم مصدقية وهذه من بين الأسباب التي جعلت المشاركة ضائلة أن التوجهات كلها رايحة لصالح الدستور ونحن نعرف أن الجزائريين عندما يرون السلطة وللآن ما زالت عندهم عدم الثقة في مؤسسات الدولة لما يشوفوا السلطة متوجهة توجه واحد فقط نحو تمرير هذا الشيء فإنهم دائما يشكون فيه يرون أن مشاركتهم لا معنى لها ولكن عندما تكون هناك جبهة رافضة وجبهة مؤيدة وتنال حقها في الحملة الانتخابية وسائل الإعلام وخليهم يقنعوا الشعب إذا الشعب اقتنع بنعم أو اقتنع لا بهذه الحالة ستجلبون الشعب إلى صناديق الاقتراع وستنالون إذا جبتوا فموررتم الدستور بنعم سيكون دستور مقنع وإذا قالوا لا سيكون موقف مقنع وأيضا محسوب للسلطة لكن للأسف الشديد هذا لم يحدث للأسف الشديد هذا لم يحدث السلطة جابت دستور تمتح فيها الرئيس يمتح فيه الوزير الأول يمتح فيه وزراء داروا له حملة الانتخابية وشفنا الوزير اللي قال لما ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد وهذه الوزيرة التضامن آمن والأسرة كيف اشتصرفت بذلك السلوك غير الحضاري والسلوك غير القانوني وهذه كل هذه الممارسات في رأيكم السلطة بعد هذه التوجهات رايح تكون عندها إرادة حقيقية إلى انتخابات شفافة ونزيح كلام فارغ كلام فارغ أما الذين قالوا لا من المفروض لا تبتأسوا أنتم أديتم واجبكم وكنتم في المستوى المطلوب وتحديتم جبهة عريضة تحديتوهم بإمكانيات بسيطة شبكات التواصل الاجتماعي الفيديوهات عبر اليوتيوب وغيره غيره وتحديتم جبهة إعلامية هي مؤيدة لهذا الدستور تقودها السلطة أين السلطة المستقلة أنت سلطة مستقلة من المفروض يكون العدل بين مدام الدستور رايح يمشي بلاو نعم يكون عادل تام أعطوني باستثناء قناة الحياة فوتت مرة أو مرتين ورافضين للدستور هذا اللي شاهدتها وربما أكثر لا أدري فقط أما القنوات الأخرى كلها لم أستمع ولم أجد فيديو إلا إذا ما تمكنت الوصول إلي لم أجد الرموز التي ظهرت رافضة لها الدستور لم يسمع صوتها فيها أشخاص أعرفهم كانوا يشاركون معي ببرامج في القنوات الفضائية دائما ضيوف في هذه البرامج عندما اتخذوا موقف لهذا الدستور تم تغيبهم تباًا كيف تقول لي هذا دستور نزيه وأن الشعب الغريبة أنه بيان رئاسة الجمهورية بيان رئاسة الجمهورية يعني يتحدث بوحدة طريقة يا إخوان والله طريقة مؤلمة يقول بأنه الشعب الذي انتخبه الشعب الذي داره الشعب الذي إحكاه الشعب الذي شوف شوف في الفاتح وقد تعهد الرئيس ببرنامجه وتأتي هذا الطول لتغيير جذري في النظام السياسي وحرص الرئيس المهم بعده لم يكن اختيار وأثبتت نتائج دكتور أن شفيع دالز ونزهتها كانت كاملة وتعتبر نجاة لعنتناها السلطة الوطنية وستقلت اتخابت بمثابة التعبير الحقيقي والكامل لما كان يريده الشعب يعني أنت الشعب شايف لي الشعب غير فالنسبة هذه انتعها 66% من 23% الذي شاركوا من الهيئة الناخبة يعني هاي الناخبة اللي شفتها هذه يعني 5 مليون من أكثر من 44 مليون مواطن معناها 39 مليون بالأطفال والكبار ما عندهمش علاقة باسم هذا الشعب هذا عبر عن فئة من الشعب لن أنكر أن الذين قالوا ولا أن نشكك في جزائريتهم لا أبدا عبر عن فئة من هذا الشعب وهذا للأسف الشديد هذه هي دائما المغالطات والتضليل الرئاسة تمارس في التضليل بعدما ظلت الجزائريين بخصوص صحة الرئيس الآن هاي تمارس في التضليل وأعتقد بأنه الآن هذا الدستور ليس له مصدقية أصلا ولا يمكن أن يكون محل إجماع والدولة التي سيبنيها هذا الدستور دولة أقليات تحكم الأغلب بالأقلية الأقليات وبذلك ضرب الرئيس تبون ضرب الآن أنا أجزم لكم أن أحمد ويحي وسل الرهم يرخص في الزنزين توا لما يشوفوا هذه النتائج هذه النتائج الضعيفة والضائلة وهذه السياسة القائمة الآن والله يمدي الرئيس ورئيس الحكومة ومدياته المصير أسوأ من مصير بوتفليقة أجزم لكم هذا وأجزم لكم أن الذين يشيرون على الرئيس بهذا الخيار هم من بقايا العصابة من جماعة يحيى وجماعة توفيق وطرطاق والسعيد بوتفليقة لأن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذا الأمر في الدوائر المغلقة كلهم كانوا من رجال بوتفليقة لذلك في رأيك هل يرضون أن تبون يدير حاجة مليحة وهم الرجال تواحهم قادتهم في السجود إلا إذا كرهم خرجوهم ومنع الموش يا جماعة هذه لا أعتقد أنها حل طمأنة الجزائريين هذه كلها ممارسة غالطة واذكروا كلامي جيدا هذه السلطة نفسها سيأتي اليوم الذي تجد نفسها في مواجهة الشارع لن تنفعها رضا القوى الأجنبية ولن ينفعها رضا الإليزي عليها وأنهما لراهنوا هذه الرهنات ذهبوا إلى مزابل التاريخ ولا شيء يذكرهم بل هناك من قتلته الجهات التي كانت تحمي نعم للأسف الشديد هناك أيضا كما قلت من بين الحلول المقائمة أن المؤسسة العسكرية ستتدخل مثلا لإنهاء إيقاف هذا العمل للمسار أعتقد هذا لن يكون في ظل شنجريحة وفي ظل القادة الحاليين إن هذا لن يكون أبدا إلا إذا كانت هناك جبهة شعبية قوية تفرض علي المؤسسة العسكرية أن تراجع خياراتها وحساباتها أما هناك أيضا إبقاء الوضع على ما هو عليه عبر سياسة أمر الواقع وخلي هذا الدستور خليه يمشي وخلاص الجزائر عمرها لا حكمت بالدستور ويواصلوا الآن رنى في ظل الجائحة أحياء وهذا الذي سيحدث الآن في الفطرة القادمة ستبدأ تحذيرات من جائحة كورونا ربما تتجه الجزائر نحو الحجر الصحي وتوسيعوا إشغال الناس بعد ذلك يلجأوا إلى حل المؤسسات وانتخابات برلمانية في ظل هذه الجائحة باش الجزائريين ما يشاركوش في الانتخابات باش تكون أيضا أقليات تهيمن على البرلمان وتهيمن على المجلس الأمة وبذلك تكون الأقلية الأقليات مررت الدستور سيطرت على مؤسسات الدولة سيطرت على السلطات كلها وبذلك يكون الحرك الشعبي لم يحقق شيئا ومعنى أن المسار الذي تعهد به القائد صالح مع الحرك الشعبي واستجابة للحرك الشعبي قد دفن معه في العالية ولم يبقى منه شيئا وأعتقد بأن نهاية المشروع الذي أيده ودعمه القائد صالح قد انتهى بمجرد الإعلان عن نتائج هذا الاستفتام ولكن الإصرار على هذا المنح منح فرض الأمر الواقع بكل وسيلة كانت سيؤدي إما إلى مواجهات في الشارع وبذلك ستعود الجزائر بسرعة نحو الغرق في مستنقع قد تجنبت بفضل حكمة الجزائريين وحنكتهم ومعهم حكمة وحنكة المؤسسة العسكرية هي في فيفري 2019 لما انحازت إلى شعب رفض عهد خامسة للرئيس بوتفليقة ولكن أعتقد بأن المسار إذا استمر بهذه الوتيرة وبهذه الطريقة فهو أسوأ مما كان سيكون لو كانت عهد خامسة لبوتفليقة وبقيت تلك العصابة مهيمة على الدولة لأن بهذه الطريقة وبهذه السياسة العبثية أن النظام الجزائر بعدما كان يتباهى بتفكيك منظومة عصابة قد صنع منظومة عصابة أخرى ربما في الظل تتماهى مع العصابة التي سبقتها وستؤدي حتما بالجزائر إلى مسار واحد ويتمثل في فتنة لا تحمد عقباها وهو ما يريده المتربسون بالدولة الجزائرية وشعبها وهذا في زمن صارت التغييرات والثورات هي السياسة المهيمنة على قوى كبرى تريد به إعادة رسم خارطة العالم ولا يمكن أبدا أن تكون الجزائر استثناء حذار أيها الجزائريون حذار أيها المؤسسة العسكرية ما تقومون به في هذه الظروف فقد خسرت المؤسسة العسكرية كثيرا في ظل هذا المسار الذي اتخذته بعدما كسبت الكثير من قبل في ظل المسار الذي مشت فيه في عهد الراحل الجيد صالح رحمه الله حذاري ثم حذاري وهذا الموضوع تحديدا ما ربحته وخسرته المؤسسة العسكرية من عهد الجيد صالح إلى عهد شنغريحة سنتحدث عنه قريبا بإذن الله في حلقة أخرى هذا ما أردت أن أقوله في هذه المداخلة لا يزال هناك الكثير من الكلام أهم في هذا الموضوع الذي أرجوه منكم أحبة الكرام نشر هذه المداخلة وتوزيعها والمشاركة في هذه القناة التي سوف تأتيكم بالجديد دائما والمفيد والنافع للشعب والدن لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله